إذا الدنيا بزينتها تنادر وصمت هواك يتعو للفساد إذا الشهوات في الخلاوات جالت وصار حرامها سهلا وثارا إذا الشهوات في الخلاوات جالت وصار حرامها سهلا وثارا معاك الله رددها أبيا معاك الله أن أهدو شقيا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم وأبضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة معاذ الله معاذ الله هذه صرخة المؤمن في الصباح والمساء في وجه الذنب والمعصية والخطأ المؤمن قلب ناصع المؤمن لا يريد الذنوب والخطايا خاصة في شهر رمضان هذه صرخة نطلقها في رمضان وتبقى إن شاء الله في حياتنا مستمرة اليوم بدي أحكي موذم هات جريمة بسموها جريمة القتل القتل من علامات قيام الساعة أننا بيننا وبين الساعة يعني يعني ما هي إلا أيام شهور سنين لا ندري ولكن من علامات قيام الساعة أنه يكثر الهرج والمرج شو يعني القتل ما في غير يبتسمع أنه ناس عم تموت أسأل الله السلام شوفوا أخوانا الكرام كل شيء إلو حل إلا الموت الإنسان المؤمن إذا بده يعيش ويلقى الله عز وجل سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما بده يكون معلأ بأطر الدم لا يزال المؤمن في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة شو قال له ما قال له اقتله قال له اق لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله يا الله نحن عم نسمع لك في أتل لك صرنا بالقرن الواحد والعشرين هلأ الحروب الله عز وجل يعم السلام في الحياة يا أخوانا الكرام نحن ندعي بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام يا رب الجنة اسمها دار إيش ما فيها لا أتل ولا تسمع فيها أنه حدا راح ولا أنه صار حروب دار أمان ودار سلام يا رب يبلغنا دار السلام بسلام الدنيا هلأ يعني بشوفه افتاح أخبار في شي بسر ما في شي شو سبب القتل القتل أنا بقلكن هلأ زايد هلأ نحن ما هنحكي على الحروب بين الدول هاي الله عز وجل يحل من عنده بدنا نشوفي اللي عم يصير بيننا أنا عم شوف أنه عم يصير قتل سبب من أسبابه والمخدرات هذا التعاطي والمخدرات حكم حكم إيش حكم الخمر حكم الخمر الإنسان لما بيشرب أو بيتعاطى يذهب عقله فربما يقتل فربما يقتل ولده وربما يقتل زوجته وربما يقتل نفسه أنت برمضان نداء لكل إنسان مسلم نداء لكل إنسان على وجه الأرض هذه الآفة إنما قد تسبب لك أن تنتهي حياتك في الدنيا ثم يوم القيامة يا مزكين صرت وين الإنسان اللي بيقتل نفسه هذا خالد مخلد في النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها المخدرات اثنين الحرص على المال شو الحرص على المال لك بيجي واحد جاهل 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 يعطوه شوية مصاري بيقول له اقتوله فلان بيقوم بيقتله لك تعرف شو أنت القتل القتل جريمة كبيرة كرر حديث النبي من أعانى مو من قتلى لا من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله اللي عم يسهل القتل الآن وسائل الإعلان هاي الألعاب اللي عم تطلع للأطفال وللشباب الشباب قبل الأطفال من نخلص من الحوت الأزرق تطلع أن ألعاب لم نسمع بها في التاريخ الإنسان بيصير معه إدمان الكتروني فيقتل نفسه راقبوا أبناءكم راقبوا أولادكم راقبوا أنفسكم نحن مسيطر علينا نحن يعني عم يتحكموا فينا مثل ما بدون أن يصل الإنسان أن يقتل نفسه الوسائل اللي بتساعد على القتل وجود سلاح نداء للآباء السلاح هذا السلاح في البيت ليش أنت حاطته ولو كان مرخص بيجي ولد كل يوم عم نسمع قصة شو بفكره؟ بفكره أنه أطعى من باب يعني الفضول الزايد بيجي بفتحه وبيعمله هيك أبو الرمضان بأسبوعين حادثتين مؤلمتين والله أبكتني أحدهم أعرفه يعني شب من الشباب أحد يجري بيك شو بطلعت فشكه مين بتحملها هاي؟ أبو الرمضان بيومين قرأت في الصحف نفس القصة لفتاة اتقوا الله لك هاي ساوي جريمة هلا أبو الرمضان بثلاثة أسابيع لما كان يعني في أزمة وقود فأخوان الكرام قال لي أنه اقتنيت بدون بنزين قلت له قعد حطه بالبيت هذا هذا يعني بيعمل مشاكل هذا هذا إذا بيجي لها سمح الله يعني شرارة صغيرة طيب خايف من البدون البنزين وما لك خايف من الأطعاء إيما إيما يمولنا الله يبعد عنك هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام كان للصحابة يعلمهم أدب حمل السلاح اللي هو السيف عندما يدخلوا به إلى المسجد ما الإنسان يحطه من الجهة اللي إيش يعني تجرح القتل أيها الإخوة الكرام الآن صار صار رخيص بدنا نتقي الله عز وجل يوم القيامة يوم القيامة كل شيء له حل من ذنوبك وخطاياك إلا أنه يكون برأبتك إيش إيش كل ذنب عسى أن تجد له حلا وتجد له مخرجا إلا لا سمح الله إذا كان معلق برأبتك إيه قتلوا لك شو قتلوا لك حتى نحن في كلمة ثانية اعمل له أتلة أنا لا أحبها لا أحبها صدقا نحن ربينا يا أخوان الكرام يعني كتير من اللي عمره فوق الثلاثين والأربعين والخمسين بيجي بيستفتي بيقول لك أنا دعست هر 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 قطة يعني وما عم نام الليل ويا أستاذ ويا شيخ شو بدي شو لهم بدي لقيه لحلة لك قطة ربي عز وجل خلص معنا القطة شو بقوله بكامرة ووح ما بنعرف إذا كانت هي صحيحة ولا لا راحت القطة وقاعد هو بده يحاسب نفسه كانوا حاسبوا نفسه عن القطط تصوروا واحد آتي الزلمة وآتي الزلمتين وآتي الثلاث زلم من الأسباب العصبية القبلية التي عاشها الناس وإلى الآن ألا بيقول لك والله هذا أتل للروح نؤتل عشر من قبيلته لحد الآن في قبائل وفي نحن عرب ما بنخلص منها لا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم سيدنا حمزي عم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلته هند زوجة أو هي التي أمرت يعني عن طريق وحشي لقتله النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها بدنا نعيش بسلام خلاص بده يكون القلب القلب أبيض النبي عليه الصلاة والسلام أي الخلاصة قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم أعناق بعض شوفوا المشهد في العالم نحن بدل ما أنه نطور حالنا على الطلاب الجامعيين وين الابتكار بيكون عن طلاب الجامعة البحث العلمي بدل ما نكون متطورين في البحث العلمي الانفاق على البحث العلمي هلأ نحن قاعدين شوفوا المشهد في العالم مشهد أسود ضبابي اللهم أنت السلام ومينك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إذا من شوف أحد هيك أم نسمع قصة اللقوعة حذاري حذاري لك شو قتل أم تمزح أنت أنت مسلم الشباب هلأ عم نشوف هذا حاطة سكينة لك ليش حاطة سكينة شو يبدأ تأشير تفاحة يعني لك لا بدأ ضربه صرنا نحن نخاف على أولادنا أن يمشوا في الطريق ليه لأنه لا سمح الله أنه يكون في ناس تعلموا لذلك هلأ نحن مطلوب مننا كثير كثير مطلوب مننا هلأ الآن إعادة إعمار وإعادة بناء الإنسان بناء القيم بناء هذا الشخص اللي على مدار 8 سنين وتسع سنين ما عم يشوف غير هذه المشاهد هذا شلون بده 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 دروس مثل هالدروس بكفي درس عشر دقائية هذا الدرس عشر دقائية دواء هاي دواء ما بتشبع مجلس العلم كنا نجلس مجلس العلم ساعة وساعة ونص ونسمع من معين أهل الله وأهل العلم وأهل الفهم وأهل الفكر هلا اليوم الله عز وجل يعني شاحذ بهمتكم برمضان أن تأتوا إلى بيوت الله أما بدك ترجع أن تتثقف نفسك إذا كان بيخطر ببالك واحد على ألف أنه عن جد أنه ممكن يعني أنه هذا الفكر الشيطاني أنه تروح تقتله واحد يفكر أنه يقتل صهره أساء لإيش لبنته أو يقتل يعني جاره أو شريكه بدك تروح تتوب وتقول معاذ الله ألف مرة أنا سمعت بالدرس معاذ الله بدك تتوب إلى الله عز وجل بدك تتوب تتذكر الجريمة تتذكر الجريمة مرني أطبق عليهم الأخشبين الجبلين شو قال له قال كلا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول ربي الله سامحوا صهر مسيء سامحوا كني مسيء سامح سامح بيجي هلأ إعيارك فشك يا سلام أنت مؤمن أنت عاد استغفر الله قول معاذ الله صدقوني هاي الدروس هاي لازم نسمعها وتبقى أثرها في نفوسنا حذاري نحن نذكر أنه يعني ما حدا يكبر السكينة بالمطبخ بيجي ليش لو تساوي جريمة ما بنى يجي بيقول لك مثلا والله ما دري إيش بعدها عنا الله يصرف عنا يعني كل إنسان شرير ويصرفنا عن الأشرار ويجعل حياتنا مفعمة بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا بسر الفاتحة